السلام عليكم طلاب ان شاء الله جميعكم افتروا صحة وعافية اليوم رح نبدي محاضرتنا الثانية بالدجيتال سيجنال المحاضرة الاولى احنا اش اخذنا بالمحاضرة الاولى شرحنا على شنو السيجنال شنو السيستم اوكي شنو ديجيتال سيجنال اخذنا شنو الابليكيشن شنو تطبيقات الدي اس بي اوكي وراها اجينا شنو شنون ما 해준�نا قلنا الانالوج شنو الانالوج وشنو الديجيتال وشنو d secret time سيجنال وشنو ال continuous time سيجنال هاي لازم احنا معرفة اليوم رح ناخذ قلنا شنو الperiodic الاشارات اللي تعد نفسها فترة زمنية معينة ورا تاهم معين نقول بريodic على شرط ان الاشارات تكون نفسها بس الاشارة اللي ما تعيد نفسها وراء الperiodic معين وبدأ تتعيد نفسها بطريقة غير تماثلة للإشارة الصيحة هنقول علي أنه non-periodic or aperiodic أخذنا شنو الملتي تشانل وعندي الملتي دايميشن وأخذنا الdeterministic والراندام وأخذنا المونو كومبونت والمالتي كومبونت لدينا هالكليسيفيكيشن مع السيستم بعد مهو سنأخذها تصنيفات السيستم شرحنا على هذا السيستم مع الGSP راح نأخذنا الadvantage راح نأخذ على sampling theorem راح نشوف شنو يعني sampling theorem احنا قلنا بالسيستم مالتنا سنشوف شنو sampling theorem احنا شعدنا قلنا هاي الإشارة مالتنا هاي احنا إشارة continue هاي الإشارة المستمر هاي هنا هاي إشارة الانالوج احنا قلنا الانالوج والانالوج والديجيتال لازم آني هاي أنتبه علي من أنتبه على الأمبليتيود بالانالوج الأمبليتيود مالتي إلي الإنفينيتي بالديجيتال لا تكون محددة بقيام معينة أوكي الدسيكرت والكونتونيوز هاي إلي علاقة بمن؟ إلي علاقة بالتايم إلي علاقة بالتايم نجي للسامبلينج تيورم سامبلينج تيورم أو يسموها النيكوست تيورم هاي شنو هاي سامبلينج تيورم؟ أنا ما راح أخذ الإشارة قاملة راح أخذ عينات من هاي الإشارة هاي الإشارة مالتي هاي الانالوج راح أخذ منها هاي إشارة مالتي راح أخذ منها راح أخذ منها عينات أوكي راح أجي أخذ عينات من هاي الإشارة شرط انه تردد مالكي تردد السامبلنج فس معناتها الاف سامبلنج يكون اكبر او يساوي من 2FM شنو الاف ام الاف ام هو تردد المسج اللي اني اريد اقزه تردد المسج الاف اس يعني فرقونسي سامبلنج فرقونسي وهذا مسجي فرقونسي هنا تردد المسج اذا تريد انت دز اشارة لازم الاف اس ماتك يحقق شرط اكبر او يساوي من 2FM مثال مثلا احنا نريد ندل الصوت احنا راح ناخد عينات من هذا المسج يعني نفرض هذه الاشارة راح ناخد عينات منها احنا نعرف الواس باندد يعني تردد الصوت الانسان هي 400 4000 كيلو هيرتز عفو اوكي تردد من تردد البوز البوز باندد يعني ما للشخص ما للانسان يجد هو 4000 فاني اذا اريد ادز حزمة الصوت مثلا انا المسج ماتي هسا حاليا الاف ام ماتي شنو هي حزمة الصوت فانحنا اذا اريد اندز حزمة صوت الانسان فالاف اس ماتي لازم ش تكون الاف اس ماتي تكون اكبر الاف اس ماتي اكبر او تساوي من 2FM يعني اثنيا فيه 4000 لازم اكثر من 8000 كيلو هيرتز اوكي على مدددد صوت الانسان لازم تحقق هذا الشرط ياشاس احنا اخذنا 4000 لان احنا فارضين انه الصوت اللي يريد اندز اياه هو صوت الانسان ممكن الاف اس ماتي يكون اي مسج واضح فالسامبل الكتيوري انه انا رح اخذ عينات من الاشارة ماتي لازم احقق شرط الاف اس ماتي اكبر او تساوي من الاف ام واضح ازين هسا احنا قلنا السامبل الكتيوري شنو السامبل الكتيوري انه انا رح اخذ عينات من المسج اللي انا ادز على شرط انه احقق الاف اس ماتي اكبر او تساوي من 2FM الاف ام هو شنو الاف ام هو تردد المسج اللي اني راح ارسله هيا هي هاي السامبل الكتيوري كفكرة السامبل الكتيوري احنا عندي هذا المسج انه اخذت عينات من المسج ماتي اوكي هيا هي هاي سامبل الكتيوري رح نيجي بعض اليوسفل هاي طبعا هاي الامثلة كلها للسيستم اللي احنا قلنا رح ناخذ بالمحاضرات القادمة ما السيستم كوزل واللينيار واللون اللينيار هاي بعدنا احنا مشارحين شرحت لكم بس فكرة السامبل الكتيوري رح نيجي على بعض البايسيك سيكون ستايز بعض الاشارات المهمة اللي اني راح استطفاد منها اول اشارة نسمينها اليونت امبالس اور دلتا اشارة الاولى هي اسمها عندي اشارة اليونت امبالس اور دلتا وعندي اشارة اليونت سيب واشارة الرام واشارة الیکسپونياشي واشارة سان سودة اليسان راح نيجي على اول اشارة هاي اسم انسانيها اليوسفل البيسيك سيكوانس تايب او اليوسفل او سيقنال يعني الاشارات المهمة اللي انا راح اتعمل لها بالديجيكال اوكي راح نيجي اول اشارة اللي اسمها يونت امبص او دلتا او امبص رسبونس اوكي هاي شو الشكل الاشارة هاي اشارة هاي الاشارة اشارة ارتفاعها واحد واشارة قد ارتفاعها تبدي بالصفر هاي هاسا احنا هادا رسمنا الخط هالخط الزمن احنا متفقين دي ما انو اشتغل دي اس بي ما راح اقول تي راح اقول ما راح اقول تي شاقول اقول ان احنا التايم مارتنا ان اوكي فالاشارة بالصفر الها امبلتود معين يعني فقط بالصفر تشتغل هاي رمز هاد دلتا ان الانبص رسبونس هي هاي اشارة انا حاليا ان ليشني انجا اشتغل على ال dissecret time لو اشتغل على ال continuous time شان قليت اصي تيه انا حاليا dissecret time دا اشتغل على ان اشارة الها قيمة اذا كانت الان تساوي صفر الها قيمة معينة تكون واحد اوكي اذا الان لا تساوي صفر الاشارة هتكون صفر شون يعني اشارة انا حاليا اشتغل بالدسكرت تايم هاي ان اوكي اشارة بالصفر بالصفر ما صفر الها انتلتجود معين الها ارتفاع حيش ترسم هاي شكل نرسلها اوكي هاي من هي هاي هاي دلتا ان ازيان اذا كانت اذا كانت صفر اذا كان الان لا يساوي صفر اذا الان لا يساوي صفر مثلا الان واحد الاشارة قيمتها صفر ما ترتفع هاي شنسميها هاي نسميها الانباس رسبونس او رد دلتا اوكي اذا انا قلت بالcontinuous time مو بدسكرت تنرسم هاي شكل اهنا هاي راح يكون time t وليس n اشارة بالصفر الها ارتفاع الها amplitude معين وين بالصفر الها amplitude اوكي نحقق الشرط اللي مذكور الشرط يقول لك هي لقص هنا for n اقوال صفر الها قيمتها واحد الها amplitude يكون ارتفاع واحد amplitude ما لا تجد واحد اوكي اذا الان لا تساوي صفر هي اشارة صفر ما الها قيمتها شنسميها نسميها unit un pass or un pass response or دلتا واضح ونجيه الاشارة الثانية اسمها unit step شو اسمها الاشارة الثانية unit step unit step unit step اشارة unit step شو بيه unit step طبعا الرمز ما لتها او دالة ما لتها يقول الان يقول الان اذا احنا قلنا الان اذا نحكي the secret حاليا احنا the secret اذا نقول continuous بدل الان شي صير u للتي اوكي نحن حاليا u للان لان احكي the secret اذا اريد احكي عال continuous اقول u اقول u للتي اوكي اذا continue الunit functions يقول لك denote by u القيمة مالتها جيد راح تكون القيمة مالتها واحد اذا الان اكبر او تساوي صفر يعني نيجي على خط not time هنا حاليا انا اشتغل عد السكرت راح اقول n هنا هاي المالتها شنو هي اسمها yuli الan الان القيمة مالتها واحد اذا كان الان اكبر او مساوي صفر يعني من الصفر وانت صاعد الها قيمة ارتفاعها واحد قد ارتفاعها الامبلتود مالتها واحد في الشكل يعني بالصفر الها قيمة بالواحد ارتفاعها واحد بالثانيا ارتفاعها واحد بالثلاثة ارتفاعها واحد بالاربعة ارتفاعها واحد وهي النقاط معناتها ان هي مستمرة مع الزمن هيا هي هذه unit step هاي وين انا اقدر ارسمها هاي انا حاليا ارسمها بال the script اوكي ازين هنا هو يقول لك هذا الرسم اذا كانت N ازين انت شون ترسمها اذا كانت قلنا ال unit unit step اللي هي U لل N اذا كانت بحالة بحالة the secret يعني U لل T اذا انا اشتغل على continuous time هاي الدالة ارتفاعها يعني اذا ال N مالتها اكبر او تساوي الصفر هي الدالة الها قيمة اوكي قيمة مالتها تكون واحد اذا ال N اصغر من الصفر فهي دالة صفر ازين يعني هي الدالة ارتفاعها يكون واحد نصفر وانت صعد يعني بالواحد الها قيمة بالاثنين الها قيمة بالثلاثة الها قيمة بالاربعة الها قيمة واحد طبعا وانت صعد هاي 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 بالان هذا الان زين اذا انا اريد ارسمها بال بال continue رح تكون به الشكل دالة مستمرة مع الزمن ارتفاعها واحد مستمرة مع الزمن اوكي هنا تيها بالتايم ارتفاعها واحد زين ليس ان يابها هاي دائما واحد فيه هي دالة واحد ما طول احنا ممساوين اي تغيير على الدالة فالامبليتود مالتها واحد ممكن يصير اثنين ممكن يصير ثلاثة هذا نسميه time scale يعني احنا رح نغير مال الدالة حسب المحاضرة رح نفتهم اكثر اوكي بس هي الستاندر مالتها القاعدة مالتها انه هي ارتفاعها واحد اذا كان اكبر او يساوي وتكون صفر اذا اصغر اذا كان اصغر من الصفر اوكي هيا دالة اليونت انباس ايونت استبل عفو الانباس رسبونس لا الانباس رسبونس يجيش استشرحناها هي دالة بس صفر بس صفر تشتغل بس صفر جد ارتفاعها رح يكون ارتفاعها واحد اوكي هاي بالنسبة للان غير الصفر هي ما تشتغل زين هم يسئلوني يعني ممكن هاي تكون ممكن اكثر من واحد اكيد يعني حسب السيستم معكيان بس انا هسا حاليا انطيكم الستندر يعني المعادلة الاساسية انه هي ارتفاعها واحد اذا كان الان يساوي صفر هيا دالة دالة اليونت استيب رح نجي على دالة اسمها اليونترام دالة 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 يونترامب خلنشوف الدالة شون تنكتب اليونترامب هسا عرفنا عرفنا دالة 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 ان هاي الانبالس واليونترامب دالة يونترامب نجي على اليونترامب اليونترامب هي يوم عرفنا عرفنا انفر teeny دالة الانبالس هاي تنصيب ستزيد بصورة يجيب ويساوي ان يكون لانبالس تزيد بصورة لانبالس صورة الأن أوكي هيا يجي هيا الاشار هاي الان مالتنا احنا قلنا بالان راح تكون زيادة مالتها بشكل يروي الان يعني بالصفور راح تكون صفور اذا الان زيرو هل راح تكون زيرو زين اجينا الان صارت واحد اشقدر راح تزيد راح تصير واحد زين الان صارت اثنين اشقدر راح تصير الدالة راح تصير اثنين الان صارت ثلاثة الدالة راح تصير ثلاثة يعني زيادة مالتها بفورة لينيار وينياما وهي الان هاش يسميها دالة الرام هاي بحالة منون بحالة نرسم لنرسم كل النوت اليونة رام يو ار الان هاي دالة راح تكون زيادة هاي تكلم علي من على rob الصفور صفور اذا الان صارت واحد راح ترتفع واحد اذا الان صارت اثنين يمون راح ترتفع اثنين اذا الان صارت تلاتة راح ترتفع تلاتة اذا الان صارت اربعة راح ترتفع يعني اربعة وهاكذا هاي دالة دالة اليونة Trump هاي بيمن بد السكرت إذا شنت أشرح على الكونتونيوم شون راح تكون رسمها راح يكون بشكل لينيار هنا بالصفر هنا للواحد هنا للثنين هنا ثلاثة وهاكذا على أساس التية وليس الان يبص صفر صفر بالواحد تسعد واحد بالثنين جدت تسعد تسعد ثنين بالثلاثة جدت تسعد تسعد ثلاثة وهاكذا هاي شنسميها الدالة هاي الدالة نسميها اليونت اليونت هام عشان يبعد دالة عندي دالة الإكسبونياشيو هي نعرفها تدالة الإكسبونياشيو هاي طبعا هو شوفوا شون دايش راح وهنا احنا بكل حالات من دايش راح بدي السكرت تاين بدي السكرت اي هو بحالة الان ويشرح بيمن يشرح باليشرح بالكونتونيو اللي هو من هو اللي هو بدي وهي الإكسبونياشيو احنا نعرف شون ترسم الإكسبونياشيو الإكسبونياشيو ترسم في الشكل هاي شوكت راح ترسم في الشكل اكس مثلا اي للتي اي للتي اذا كانت التي اذا كانت التي اذا كانت الاي العفو اذا كانت الاي اذا الاي اكبر من الواحد راح ترسم في الشكل وين تصعد تصعد للانفينيتي اوكي اذا كانت عندي الاي بين الواحد وبين الزيرو راح تكون من هالشكل منها منها تبدي مجوز المجب وتصعد المجوز تصعد للسالب هاي اشكال منها هاي اشكال الإكسبونياشيو دالة الإكسبونياشيو اوكي اذا كانت الاي اذا كانت الاي هنا اذا دالت الاي اصغر من السالب واحد راح تدالة راح ترسم في الشكل تجيني منها وتصعد عندي الدالة ومنها تجيني من هذا من الجزء السالب من السالب انفينيتي وصعد الهالي تجاه من السالب انفينيتي بجوز السالب ونازل الانفينيتي راح للموجب اوكي اذا كانت بالعكس هاي العكس هاي المرار ما لهذه الاشارة اذا كان الاي اكبر من الزيرو و اصغر من السالب واحد راح تكون الاشارة هنا في شكل بادية من السالب جايتني من الموجب وصعدتني للانفينيتي السالب هنا بالجزء السالب جايتني من الصفور ونازلتني انما للسالب هاي وين بحالة هاي بحالة انه الاي اكبر من الصفر او اصغر من السالب واحد هنا شوكت عندي اذا الاي اصغر من السالب واحد هنا عندي الأي بين الواحد والزيرة وهنا الأي أكبر من الواحد الساين سعودة اللي هي من هي؟ هي إشارة الشي اسمه؟ إشارة الساين الساين أو الكوة الساين هاي شنسميها نسميها الساين سعودة أوكي؟ يقول لك مثلاً اللي هي الأي ساين عندي الأي ساين أميجا أن الأي شنو هي للأي ؟ نعرف شنية الأمباتيد يعني الأرطفاء إذن الأميجا أن الأميجا أن هي شنو هي الفركوانسي العنيولار الفركوانسي هي التوقع أثم يعني هاي الإشارة ما تشوفها الإشارة هاي الإشارة الأنالوج إجت بالسامبلك تھیورم سويت أخذت عينات من هال الإشارة ما إجت أخذت بالإشارة القاملة هاش نسميه السامبلك تھیورم ماذا يمكن أن تقوم بعمل هذه الاشارات أكثر اشارات مهمة التي سنتعامل معها هي unit step اكثر اشارات سنتعامل معها unbus response و unit step والرامب أكثر اشارتين هذور الاشارتين ماذا يمكن basic operation ماذا هي العمليات التي ستكون عليما على الاشارات unit step و المبصر اول شي هو time delay ماذا يعني delay ماذا يمكن أن نسمي الشفت ماذا يعني الشفت ماذا يمكن أن نسمي الشفت ماذا يمكن أن نسمي الشفت أيضا بعمل اكثر اشارات سنتعامل لن والدلتا والرام شنو البيسيك شنو العمليات اللي ممكن راح تكون راح نفتس احنا عملية واحدة شنو العمليات اللي ممكن احنا نقدر نطبقها علي من على الونت ستب والانباصر اسوانس اول شي هي تايم ديلي او الشفت يعني احنا ممكن نلستندر مع الاشارة مالتنا مثلا اشارة الانباصر اسوانس الدلتا الانباصر مع الانباصر وصفر لها ارتفاع واحد وصفر لها ارتفاع واحد من الممكن انه هاي الاشارة يصير بها shift يعني يصير بها delay يعني ممكن ما تكون هنا مقامة ممكن الاشارة تكون هنا ممكن تكون الاشارة هنا اي اكيد بس احنا قلنا الستندر تكون هي بصفر يعني مثلا انا راح اقول لك الاشارة عند اشارة دلتا دلتا تي او دلتا اول دلتا ان هي ان ناقص واحد احنا ش راح ش انتبه انه صار ناقص واحد هنا اجدت اشارة مختلفة ش نسمي delay or shift ش نسمي delay يعني اكفت تغيير صار على الاشارة ازين هس انا راح اريد اعرف وين هو ال delay يعني انا الاشارة من راح اشفتها التشريط يعني تسحيف يعني مثلا اني واقف بمكان معين بدل ما اني واقف على المكان صفر راح اتحول على المكان واحد اوكي فهنا معادلة فهنا بسيطة ن ناقص صفر ن ناقص واحد ن ناقص واحد اوكي صار انا عندي صار تشفيف صار delay صار تسحيف اوكي ازين اذا كانت الاشارة ماتي مثلا ن ن عالم ن ناقص واحد ن نازل ن نحند ثم بديد ن نحن بحسب الoop given ن ن زائد واحد 0 N تساوي ناقص 1 بها الحالة وين رح أرسم الإشارة ماتية بها الحالة الإشارة ماتية رح ترسم بالجزء السالب بال N تساوي سالب 1 يجد رح ترتفع N تساوي 1 هذا شنسميه نسميه Time Delay or Shift يعني أنا إجاد أغير بموقع الإشارة واضح وهذا نفس الكلام يطبق هل نحن حاليا بالunit بالنبص response هذا نفس الكلام يطبق لدالة الunit step UN مثلا UN زائد 4 هاي الإشارة نحن نعرف الستاندر مالتنا لازم أن يعرف إشارة الستاندر مالتي بشون تكون الستاندر مالتي هي بالصفر ارتفاعها واحد بالواحد ارتفاعها ثنين بالثنين ارتفاعها جد واحد طبعا كلها واحد وإشارة مستورة مع الزمن ها منها إشارة الunit step يجي تبعو على الإشارة مالتي صاير بيها مقدار shift الشفت يجد قيمته الشفت قيمته 4 نجي لنكم operation بسيطة وصالي 0 انت وصالي 4 ناقص 4 يا بقاني هاي إشارة مالتي صار بيها تشفيت بدل ما كانت تبدي من 0 من يعني بديليها بديليها من الأربعة بس يا أربعة لأربعة الصالب يعني شان راح يتميش شكل الإشارة الجديدة هنا قدنا 1 2 3 انت هنا صالب 1 صالب 2 صالب 3 صالب 4 الإشارة راح تبديلي من 1 راح تبديلي من صالب 4 بدل ما كانت تبديلي من صفر وان أنا سويت الhetime delay صار shift من صالب 4 بارتفاعها جد ارتفاع 1 وهاي إشارة مستمرة مع الزمان ما هذا الشي سميين هذا نسميه time نسميه time delay اوكي طلاب هسه احنا أخذنا operation واحدة اللي هي time delay or shift على الإشارات basic operation احنا راح نأخذ أكثر إشارات مهمة لون تستمبل انبصر اسمه مش أخذنا بعد أخذنا sample شنو هي sampling theorem قلنا sampling theorem انه أنا راح أخذ يعني من إشارة الانالوج ماتي راح أخذ عينات بقينة راح أخذ samples بس لازم أحقق يا شرط شرط انه ال fs ال frequency تردد السامبل لازم يكون أكبر أو يساوي ثم ال fm زين شن ال fm ال fm هو تردد المسيج اللي أنا راح أرسله بتقول لكم على سبيل المثال انه أنا راح أرسل مثلا voice message يعني صوت صوت من الإنسان في ال voice message حزمة الصوت من الإنسان هي 4000 كيلو هيرتز زين في اثنين في 4000 8 فما لازم أني أرسل أكثر من 8 كيلو هيرتز أوكي هذا الشي نسمي هاي sampling theorem طلاب أني إن شاء الله أحنزلكم المحاضرة أي استفسار أي شي مواضح تكتبولي على ال classroom وإحنا إن شاء الله بيوم العملية هم نلتقي في استفسار كتبولي وكتوفيق شكرا جزيلا